للمزيد حول التعقيدات التي تحيط بتشكيل الحكومة ينضم إلينا من هنا في الستوديو الزميل توني مزرعاني تفضل توني أهلا بك إنجي إذن لا يهم المواطن اللبناني إن كانت حكومته تضم ثمانية عشر وزيرا أو أكثر بقليل ما يهمه أن تشكيل الحكومة يجب أن تنهض ببلده وتنقذه من الانهيار لكن الأجواء الإيجابية في اليومين الأخيرين التي بشرت بولادة الحكومة تبددت وعادت إلى مربعها الأول لتتصدر المحاصصة بين الأفريقاء السياسيين المشهد ما يعني أن الحكومة لن تبصر النور قريبا مصادر سياسية لبنانية عزت التعقيدات التي أخرت ولادة الحكومة بسبب شروط ومطالب بعض الأفريقاء السياسيين على رأسهم فريق العهد والتيار الوطني الحر لاقتناص حقائب الداخلية والدفاع والعدل والتي تعني هيمنت منطقة كاملة على البناء الأمنية والإدارية والعدلية ويرى مطالعون أن الطيار الوطني الحر الذي يرأسه جبران باسيل بدأ التعامل بجدية مع احتمال أن تعمل الحكومة الجديدة طويلا إلى نهاية العهد للتحكم بالانتخابات النيابية النهج الذي بدأ يتبعه الطيار الوطني الحر بحصوله على حقائب وزرية معينة فتح شهية أفريقاء سياسيين آخرين على مطالبتهم بحقائب غير تلك التي استمزجت بها سابقا ومن ضمن العقبات التي أثرت على الأجواء الإيجابية لولادة الحكومة إصرار حزب الله على تمثيله فيها لتسلم حقائب وزرية محددة وكذلك من العقد التي أخرت تشكيل الحكومة هي المداورة بين الطوائف في الوزارات السيادية فخلافا لكل الأجواء المسربة لم تحل المسألة ببقاء وزارة المالية من حصة الطائفة الشعية مقابل المداورة في الحقائب السيادية الأخرى هذا وتعتقد رئاسة الجمهورية أنه إما المداورة حق الجميع وأما يبقى التوزيع على ما كان عليه في الحكومة السابقة حيث أن إصرار فريق العهد على هذه النقطة سيخلق مشكلا له مع كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وقد يؤخر التأليف لأسابيع طويلة ومهما كانت الأسباب التي تؤخر ولادة الحكومة فالنتجة واحدة تضيع الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان من الانهيار عودة لك إنجي شكرا لك يا توني شكرا لك اشتركوا في القناة